مرحبه في هذا الفيديو راح اشرح كيف نبني الـ parsing table للـ LL1 grammar تبع كورس الـ compiler في البداية في خطوات لازم نمشي عليها نجيب الـ first والـ follow الـ kill none terminal موجود عندي بالـ grammar الـ first هي مجموعة من الـ terminals والـ follow ان شاء الله مع الامثلة راح نعرف كيف نجيب الـ first والـ follow وفي نقاط مهمة لازم نعرفها اللي هي إذا الـ non terminal يعطيني epsilon يعني derives epsilon empathy string الـ epsilon بيكون مع الـ first يعني الـ epsilon مستحيل يكون مع الـ follow النقطة الثانية $ sign تكون مع الـ follow وما تكون مع الـ first هذه ان شاء الله كلها بتوضح بالامثلة إذا جبنا الـ first والـ follow نبني الـ table مثال الأول عندي هذا الـ grammar نجيب الـ first والـ follow kill none terminal الـ first للـ e الـ e ايش ممكن يبدأ فيه؟ بالـ t الـ t نروح نشوف الـ first of t الـ t ممكن يبدأ اما بقوس أو ant نرجع للـ e الـ e يبدأ بقوس أو ant وبكذا نكون انتهينا من الـ first للـ e نجيب الـ first للـ x الـ x اما يبدأ ب plus أو epsilon الـ first للـ y اما star أو epsilon وبكذا نكون خلصنا الـ first نجيب الـ follow وشايفي قاعدة مهمة اللي هي start sample اكيد رح يبدأ رح يكون الفلو له dollar sign ضرور يكون مع start sample في الفلو dollar sign طيب هذي قاعدة الأولى الشي الثاني الفلو الآن اشوف الـ e هنا والمذكورة بالـ grammar وشوف ايش يجي بعدها يعني هنا الـ e ايش يجي بعدها اذا ما يجي بعدها شيء nothing ناخذ الفلو للـ x طيب الفلو للـ x نجي نشوف الـ x وين موجود x موجود هنا نشوف الفلو للـ e ايش يتبع الـ x nothing اذا الفلو للـ e الفلو للـ e هو اللي قاعدين نطلع لذلك خلاص هنا من الناحية هذه نجي للـ e وين موجودة موجودة هنا فش يجي بعدها القص كذا يكون الفلو للـ e dollar sign والقص طيب نجي للـ x قلنا الفلو للـ x الـ x مذكورة هنا فقط اللي هو الفلو للـ e الفلو للـ e اللي هي dollar sign والقص طيب نجي للـ t t مذكورة هنا اش بعدها؟ بعدها x إذن الفرست في الـ x نروح الفرست في الـ x بلاس أو إبسلون طيب بلاس أوكي لكن إبسلون ممنوع يجي بالـ follow إبسلون يعني نتخيل 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 الـ x تكون نتخيل الـ x تكون إبسلون هنا طيب يعني ما في الشاي طيب يصير t بعدها nothing اللي هي الفلو في الـ e الفلو في الـ e اللي هو هذي dollar sign وقص طيب هل t مذكوره مكان ثاني أيوم مذكورة هنا طيب nothing الفلو في الـ y الفلو في الـ y الفلو في الـ y فلو في الـ t plus dollar sign وقص الـ y مذكوره هنا فقط كده نكوجب من الـ first والـ follow للـ grammar نروح نبني الـ table الـ table أول شيء الأعمدة الـ table الأعمدة الجدول هي terminal كيف نعلم طبعا من ضمنها الدولار sign لكن الإبسلون ما أحطها لو نيجي للـ terminals نجيبهم من الـ first ومن الـ follow طيب الصفوف هي non-terminals اللي هي axty اللي هي هالي طيب نبدأ بالقاعدة الأولى أعم نجي عند الـ first عند القص المفتوح والـ end نكتب rule وش الرول اللي طلعت لي قص وش الرول اللي طلعت لي ent etx طلعت لي القص وطلعت لي int تمام الـ follow استخدمه إذا القاعدة فيه إذا الفرست فيه epsilon إذا الفرست ما فيه epsilon ما أستخدم الـ follow طيب نشوف القاعدة الثانية هنا هنا عندي x عند الـ plus من اللي طلع لي x اللي هي plus e sorry من يطلع لي plus اللي هي plus e x plus e طلعت لي plus طيب هنا من الإبسلون أوكي إش القاعدة اللي جابت لي إبسلون اللي هي x احط عنده الفلوز عنده dollar sign والقص أحط x x derives epsilon طيب نشوف الثالث t من اللي طلع للقص اللي هي t derives e طيب من يطلع لي ant t derives y هل فيه epsilon هنا لا سوى ما نستخدم الـ follow طيب نجي هنا الـ y الـ y من اللي طلع لي السار اللي هي star t الـ epsilon من اللي طلع لي epsilon اللي هي y derives plus y and plus dollar sign والقص بكد نكون بنائنا البارسنك تابل في الكرامر طيب مثال ثاني عنده هذا الكرامر نجيب الفرس والفلو الفرس 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 إبسلون طيب لو نرجع حين نحط X و Y و K Y is epsilon بيكون نثنك معناته الأي ممكن كاملة ديرايفز إبسلون سوف نحط إبسلون طيب هذا من الجرامر الأول من الثاني من Z و W نجي الأي ممكن تبدأ بإيش بالفرست أوف الزد بالفرست أوف زد أما زد أو أبسلون طيب نتخيل الزد صارت أبسلون بيكون الفرست أوف دابلو اللي هي W OR C كذا نكون طلعنا الفرست لل A نرجع الآن لل S الفرست أوف S بيكون الفرست أوف A كلهم اللي ما عادة لأبسلون أحط الآي تكون أبسلون إذن عندي الفرست أوف البي الفرست أوف بي إز إيذر بي أو دي نرجع نحطهم بالS كذا نكون جبنا الS للفرست لكل الكرامر نجي للفرست أوف بي نجي للفرست أوف بي طيب الS مذكورة بأي مكان ثاني لا إذن الفرست أوف بي إذن الفرست فقط الدولار ساني نجي لل A The A ومذكورة هنا الفرست أوف بي الفرست أوف بي إز إيه بي أو دي هل الA مذكورة بمكان ثاني؟ نأتي للأكس الأكس وين مذكورة هنا اللي هي الفرست of الواي الفرست of y is y or epsilon إذا حطينا نحط و لنتخيل أن الواي صارت epsilon يجي عندي الفولو في الـ a الفولو في الـ a b of d نشوف الأكس مذكورة مكان ثاني اللي هي هنا x nothing so فلو في الـ x فلو في الـ x ونفسه كده انكم خلصنا الأكس الواي الفلو في الواي الواي مذكورة هنا have nothing إذن الفلو في الـ a الفلو في الـ a اللي هو بيوتي الواي مذكورة هنا فلو في الواي so nothing طيب نجي للز الزد و المذكورة هنا اللي هي first of w اللي هي wc هل الزد مذكورة مكان ثاني هنا nothing follow of z نفسه طيب نجي عند ال w مذكورة هنا nothing إذن follow of the a follow of the a اللي هو bd كيدا نكون خلصنا ال w نجي لل b ال beam مذكورة هنا ال beam بعدها nothing إذن follow of the a اللي هي dollar sign كيدا نكون جبنا first والfollow ال grammar طيب نبني table كيدنا الأعمدة اللي هي terminals الصفوف non-terminals نجي هنا عند كل الفرس أحط هذا الغرامر لأن هذا الغرامر هو اللي طلع لي كل هذه terminals عند c وال b وال d وال w وال x وال y وال z طيب نشوف الغرامر الثاني ال a مين اللي طلع لي c لو نرجى قبل شوي c طلعت لي من a derives z w ال w طلعت لي برضو من z w ال x طلعت لي من x y a derives x y وال y طلعت لي من a derives x y وال z طلعت لي من a derives z w طيب نجي عند ال epsilon إش اللي طلع ال epsilon لو نرجع للgrammar السابق نلاقي ال epsilon طلعت من x y لما كان الحد هذا كاملا epsilon إذن نحطها عند follow a derives x y عند b a derives x y عند d كده نكون خلصنا الرول الثاني نجي هنا عند x نحط x derives x small x capital و عند follow نحط x derives epsilon اللي هي b d y b d y x derives epsilon عند عند first اللي هي y نحط y derives y y capital عند follow نحط y derives epsilon اللي هي b و d طيب عند z z derives z small z capital اللي هي هنا وعند ال epsilon عند w c z derives epsilon w عند c w نحط عند w w derives w small w capital and c w derives c هنا ما في epsilon لذلك ما نستخدم الفضل طيب اخر شي البي وين الجرامر اللي طلع علي بي عند الجرامر اللي طلع علي بي نكتب اللي هي b derives b small b capital وين الجرامر اللي طلع علي d b derives d كده نكون طلعنا ال table بال grammar كاملة شكرا لكم أتمنى إن شاء الله رمكم استفدتم